نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم و الصلاة و السلام على النبي الأكرم مرحبا بمحبي القراءة و عاشق الكتب في برناوج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت الأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا أهلا وسهلا حياك الله و بياك ولدي نرحب عزيز المشاهدين بأسئلتكم على رقم الوسط الذي يظهر لكم على الشاشة هذا أخونا يسأل يقول شيخنا أريد أن تدلوني على أفضل كتاب في العقيدة ماشاء الله الحمد لله و صلاة و السلام على سؤال الله و على الله و صحبه مولاء ما بعد السؤال بإطلاق الأفضلية في أي فن كان الغالب ليس له ثمرة حقيقية يعني لم يقول أفضل كتاب في العقيدة موضوعات العقيدة متنوعة المطروق منها الحاجة إلى الدراسة كثيرة جدا حاجته هو هو مبتدئ ولا منتهي ولا بالضبط الجامعي ولا بالضبط ما هو غالبا هذا السؤال للشخص مبتدئ ما احتمال لكن مثلا يعني عندنا كتب جامعة لمسائل الاعتقاد كاملة فمثلا شرح العقيدة التحوية بنبي العز الحنفي من أمتن الكتب و أنفسها و أحسنها على الإطلاق فيما يجمع مسائل الاعتقاد و الاستدلال عليها و الجواب عن إشكالات المتخالفين لأهل السنة في الباب وهو كتاب معروف سيار و هذا كتاب أصلا يدارس و هو كتاب يجعله طالب العلم أصلا له يدارسه دواما يعني دواما و يرجع عليه أما المختصرات إذا كانت قبل أن تقول أنت الآن مبتدئ فعندنا مجموعة مختصرات ممتازة أيضا مثلا عقيدة هرسلنا والجماعة للشيخ محمد بن عثمين كتاب نفيس و هو كان أصلا مقرر في المعاهد العلمية و كذلك عندنا مجموعة الشيخ العلام الشيخ صالح فهدنا كذلك له كتاب في مجمل مسائل التوحيد موجود أيضا و كتاب مختصر و متقن أيضا و أتقنه لأنه حرره الشيخ تحريرا حفظه الله و عندنا أيضا الشيخ عبدالله الدكتور عبدالله بن عبدالله الجبرين له كتاب جيد الشيخ عبدالله الأثري له كتاب أيضا في مجمل اعتقاد السلف ممتاز أيضا و سبق أنه عرضنا عندنا مجموعة من الإخوة عطني يفيدنا دورة البيان أيضا نعم و كذلك بعض الأفاضل المعاصرين كانت لهم إسهامات جيدة في الباب أرادوا بها تقريب مثل هذا العلوم و هذا ترى جيد يعرف استيعاب مسائل الفن ثم بعد ذلك محاولة تقريبه للمتلقين أو المبتدئين و شيء من ذلك بعض ما يدرس في الدورات العلمية مفيد جدا و أنا أنصى طالب العلم دائما إذا أراد أن يبتدع فليجعل شيخه يدل على الكتاب الذي يريده مثلا كتاب التوحيد الشيخ محمد الدلوهاب من أجمع الكتب التي صنفت في مسائل التوحيد الألوهية و هذا معروف و إن كان فيه قدر من توحيد الربوبية و الأسماء و الصفات و في شيء من أبواب القدر و أشياء لكن من أجمع ما صنف في جمعه مسائل التوحيد العملي القصدي و غيره صنف في أشياء قضايا أخرى الشيخ السلام تيمي صنف عدد من المصنفات في قضايا بالذات الأسماء و الصفات و القدر عندك التدمرية و الحموية و الواسطية و غير ذلك كتب مشهورة سيارة معروفة أيضا لشيخ السلام تيمي رحمة الله عليه و هكذا على هذا المنوال و أنا أنصح أن كل كتاب صاحبه أو يعني من الكتب أهم شؤال عندنا و الثقة بمؤلفه و أن يكون على اعتقاد سليم على طريقة السلف في الاعتقاد و يسأل عنه فإذا كان كذلك فلينتفع به خاصة المقتصرات لنما تأخذ وقت و غالبا تكون متقاربة اللهم إلا أنها تتفاوت في صياغة العبارات التوضيح الفكرة من من يعتني بالاستدام منهم بالتوضيح و منهم بالتقسيم و منهم بمحاولة التمثيل و بهذه الطريقة فطالب العلم هو اللي يستفيد و هو الكسبان في الأخير فليحلس عليها و نسأل الله التوفيق للجمعين جيخنا أيضا من اقتصارات ممكن المتن العقد يا شيخ زاد العامر كتاب بطيئ أيضا هذا كذلك و هو درس أيضا في دورات علمية و كس على ذلك عندنا الحمد لله مجموعة من المعاصرين كتاباتهم التي كتبت في باب الاعتقاد أرادوا بها الاختصار أيضا و وفقوا توفيقا بالغا نحترى عرضنا جملة منها جملة منها يعني لو يرجع إلى ما صنف إلى ما عرضناه من كتب الاعتقاد في هذا البرنامج سيدنا أن ننوه أن هذا يصلح للمبتلين أو هذه خلاصة في باب الاعتقاد و بهذه الطريقة الشيخ محمد إبراهيم الحمد له كتابات قيمة في الباب أيضا يرجع عليها و هي أرادها مختصرة و عنده أبحاث موسعة لكن عنده مختصرات في الأبواب جيدة لو يرجع عليها وفق الله الجميع هذا شيخ يعني يعطينا فكرة و عندنا يرجع لما تكلمنا فيها عن كتب العقيدة لو مثلا بعض الأخوة ينشط و يقطع مثلا كتب العقيدة يجعلها لحالها و ثم كتب الفق الحالة كتب رسول الحالة هذا أمني و إن كان الحمد لله فيه من يعني الآن مثلا أنا اللي أعرف أن هناك من اهتم بهذا الجانب و صنع مثل الفهرسة لكتب العقيدة التي أرضناها في البرنامج وجمعت و هناك ضم موقع تبنى إخراج كل كتاب في العقيدة و ضمه إلى قائمة بحيث أنه إذا بحث يجد أن قوائم العقيدة موجودة كاملة يعني موجودة و لا الحمد و أنا أخبرت بهذا منذ فترة يعني و إن شاء الله أن هناك يعني بعض الأخوة يعني ينشطون إلى بضع مثل الفهارس التفصيلية لكن هذا يحتاج مثل التتبع ما شاء الله تبارك الله ستة آلاف كتاب تقريبا و أكثر على العرض إلى الآن في البرنامج صلى الله يبارك و ينفع بالجهود و يحتاج إلى تضافر جهود يعني إليت أحدا مهتم باللغة يخرج كتب اللغة بالشعر يخرج كتب الشعر بالحديث بالعقيدة العقيدة هناك الحمد لله الوصول أيضا هناك من أخرجها سابقا قبل مئة حلقة تقريبا أخرج بالموع على كتب الوصول في حلقات السابق جميل أنا أتمنى حتى الإشادة بها أنا حتى لو يرسلوا لي في تغريدة القائمة هذه سأجعل لها رتويت إن شاء الله حتى يستفد منها نسأل الله أن يبارك نعم بسم الله نبدأ بسم الله هذه السلامة كالله عندنا مجموعة من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية بالدمام لصاحب أخونا الحبيب الأستاذ عبدالله الغامد يابو عبدالعزيز نحمسي عليه بالخير الله يعطي العافية وسبق داخل معنا وهذه مجموعة من الإصدارات التي تتميز بها مكتبة المتنبي خاصة في إصداراتهم الجديدة هذه سلسلة سمية سلسلة علوم البلاغة والنقد لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة عز محمد جدور وفقها الله وهي دكتورة أستاذة البلاغة والنقد الأدبي وهي قد كتبت مجموعة من المصنفات فيما أردت بها تقريب مسائل البلاغة علوم البلاغة والنقد الأدبي للطلبة والطالبات في الجامعات العربية عموما عموما يعني هي تحاول تحوي مقررات المناهج البلاغية في الجامعات تنظر ماذا موجود وتأتي به هذا من جهة من جهة أخرى لبوا دراستها وعلاجها للقضايا البلاغية منصبا على الناحية التطبيقية فتأتي وتصب على النصوص من الكتاب والسنة لمحل الدراسة البلاغية والشعر القديم والحديث وبهذه الطريقة يعني هي أصلا تقول التطبيق هو الغاية الحقيقية حتى الطالب التذوق من ناحية الجمالية الأدبية في الأسلوب في قضايا البديع ومن ناحية شهالية طبعا المبلاغة يقوم على ثلاثة أمور على علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وكلها درستها في كتب هذا أول وها عندنا في هذا المجلس سمته المعاني دراسة في الانزياح الأسلوبي طبعا هذا علم المعاني هذا محل الدراستي في هذا الكتاب أو هي في هذا الكتاب سمت الانزياح الأسلوبي هذا المصطلح الانزياح مصطلح معاصر ظهر في الدراسات النقدية الحديثة الأدبية وهي جاءت من أحد من الدراسات الغربية التي يعني عندنا الآن مجموعة من الدراسات الغربية مناهج خرجت ومدارس صارت تعرف بالبنيوية والتفكيكية والألسنية والشياء من هذه طبعا هي للأسف الشديد أن عندنا في الجامعات من تأثر بهذه المدارس وهذه المناهج وصار يطبقها بحذافيرها على النواحي البلاغية في القرآن والسنة وكلام العرب وهذا خطأ جسيم جدا لأنه نحن نمطلق من أصول وقواعد ومنطلقات تختلف تماما عنهم فالذي يصلح لهم ليس بالضرور يصلح لنا بل هو مباين تماما وهي وفق الله مدركة لهذا الجانب ولهذا مصطلح الانزياح هي أتت به قاتل لشيوعه في الدراسات الحديثة وإلا هو كان معروفا عند المتقدمين باسم العدول يعدل من هذا الاسلوب إلى هذا الاسلوب أو من هذا اللفظ إلى هذا اللفظ أو من هذا التركيب إلى هذا التركيب باسم العدول أو قالت العدول أو الخروج أو الانحراف بعضهم مسمى بهذه الطريقة وهو معروف وليه تستعملت هذا في عنوانها القصب أن في هذا الكتاب أراد أن تبحث علم المعاني وأراد من حل الدراسة الانزياح الاسلوبي والانزياح المسلوبي المقصود العدول في الأسلوب من المعتاد المألوف في الكلام إلى غير المألوف لأجل الحصول على ناحية جمالية بلاغية وإفادات جديدة لا تأتي إلا بالتمعون والنظر وحسن النظر ما بين المتكلم والمتلقي وفق الله قد قسمت كتابها كما ترى هذا الفهرس قسمته إلى عرد من الفصول جعلت الفصل الأول خاص بقضايا الفصاحة والبلاغة وهذه ناحية تاريخية فيها وتعريفية واستلاحية وأهم الكتب وأهم القضايا والشروط والأركان في الأبواب الفصاحة والبلاغة وعلوم البلاغة وعلم المعاني كما ترى في الأسلوب وبيّنت المراد بها الفصل الثاني خصته بالانزياح في أساليب التركيب خصته بقضايا التركيب والأساليب التركيبية عندنا قد مجموعة مساليب التركيب المطلوبة أصلا عند الأئمة مثل التقديم والتأخير والحذف والذكر والإضمار والتعريف والتنكير وكل واحد وغيرها وكل واحد تذكره وتبين معناه والمراد به ثم تجل الناحية البلاغية تأتي بنصوص كثيرة في الباب الفصل الثالث خصته بالانزياح في أساليب الخبر والإنشاء وهذه خصته لهميته وأما الرابع فجعلته في مسألة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر وهميته ودلالاته البلاغية والفصل الخامس عندنا في أسباب الوصل والفصل والسادس في أسلوب القصر وهو أسلوب معظوث مشهور عرفت به والطراقي وأساليبه والأخير عندنا الإيجاز والإطناب وهميته في أبواب البلاغة وشيء من ذلك وفقه الله الكتاب كما قلت لك شوف هذا أشوفها هي تقوم في لب دراستها وأصله على الجانب التطبيقي فتأتي من نصوص القرآن ومن السنة حديثنا ومن الشعر القديم والحديث ما تجعله محل التذوق والتطبيق فهو الكتاب مشبع بمثل هذا وهذا لفتة جميلة منها وفقه الله الكتاب قلنا لأختنا فاضل الباحث الدكتورة عزة محمد جدوع من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية هذا الثاني من ضمن السلسلة وهو فيما يتعلق بعلم البيان هذا عنوانه البيان دراسة في الانزياح الدلالي لأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله كذلك فعلت فيها في هذا الموضوع في التذوق الجمالي الذي يأتي من علم البيان لأنه يعرض الأشياء الجمالية الذوقية فقدمت بمقدمة فيها بيان شرح وبيان وتفصيل لبعض المنطلقات التي أراتها الانطلق بها بدأت في الفصل الأول من الصورة البيانية اللي الصورة بها الصورة الكلية لا يخرج منها مفهوم البيان والانزياح والمراد به والدلال البيانية وشيء من ذلك الثاني أنا بدأت بقضايا القضايا التي تدرس في علم البيان وهي مشهورة التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية مشهور هذه القضايا دراستها كثيرة طرح وفي عندنا أشياء ثانية لكن هذه أشهر الأساليب المستعملة الفصل الثاني خاصته بالتشبيه كل واحد تأتي تذكر مفهومه المراد به أركانه أقسامه والأغراض البلاغية المتعلقة بهم وهذا ناحية التطبيقية عالية ثم الثاني المجاز وأنواع المجاز العقلي والمرسل وهنا ذكرت الاستعارة ثم الأخير عندنا ما يتعلق بفصل خاصته به الكناية ودرست الكناية مفهومها والمراد بها وصور الكناية وعرضت إلى التعريض والمراد به تنبي وهذا الثالث من أركان علم البلاغة وهو علم البديع ما يتعلق بعلم البديع وهذا أيضا سمته هذا عنوان البديع دراسة في البنية والدلالة أو الدلالة وهي تقول هذا و هذا وكذلك لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة عز محمد جدوع وفقها الله طبعا هذا ضمن السلسلة وهو الثالث منها وهو كذلك كما قلت لك يستوعي مقرارات المنهج الدراسية الجامعية لطلاب دراسات علم البلاغة في الجامعات العربية حتى قطوة الإسلامية أيضا وهو على نفس النمط لكن هذه جاءت وجعلت تكلمت عن الأنواع البليغ البليغ وأدوات البديع وأدوات البديع معروفة أنها تنقسم إلى قسمين منها لأن البديع من قسم المحسنات والتحسينيات وهي تنقسم إلى تحسينيات لفظية وتحسينيات معنوية أما الفص الأول فخصته في المحسنات المعنوية وذكرت مجموعة قرابة العشرة منها هنا كل واحد منه تأتي به تذكره يعني مثل التقابل والتناسب والعخص والتورية والتجريد والمبالغة واللف والنشر وهكذا تعرف به والمراد به ذكر له أقسام وشروط وأنواع وتبدأ تذكر النواحي البلاغية إثارته في هذا الباب ثم بعد ذلك جاءت الفصل الثاني جاءت إلى المحسنات اللفظية وذكرت الأشياء المشهورة المعروفة مثل الجناس ورده على رجل العز على الصدر وعندك التوازن بهذه الطريقة وكل هذا لها مقدمات وتتكلم عنها شوف شوف هذه طريقتها وفق الله مثلا هذه التورية شوف تأتي به وتعرفه وتذكرها وشوف الاستشهادات ما تذكره من الأمثلة هي ركزت عظم كتابها أو كتاباتها على الناحية التطبيقية لأجل أن تمكن الطلبة من التذوق الأدبي وترفع عندهم حس البلاغي الذي عندهم لا يقول لابد من ناحية تطبيقية وهي قد توسعت في هذا الباب جدا وهذا عمل حسن منها وكذلك تجنبت كثيرا من المناهج والمدارس الغربية في الدراسات الحديثية النقدية الموجودة لتأثر بكثير من الدراسات المعاصرة وفقها الله الكتاب مطبوع أيضا في مجلد من اصدارات مكتبة المتنبي بعد ذلك هي لما جاءت وجمعت هذين الاثنين اللي هو البديع والبيان اللي سبق عرضناها قبل قليل جمعتهما في هذا المجلد وهما هما بنفس كل واحد كما هو بمقدمته وخاتمته بأمثلته وهوامشه حتى بأول الصفحة وآخر الصفحة ما تغير شيء وضعتهم في مجلد واحد سمته البلاغة العربية البيان والبديع للاستاذ الدكتورة عزة محمد جدور وفقها الله مطبوح في مجلد من اصدارات مكتبة المتنبي أنا صراحة أن حاولت يعني يعني في المقدمة قلت لعل لها غرضا في هذا الجمع ربما اختصرت ربما زادت تعقبت شيء وإذا بها ما أشارت إلى شيء بل هو هو الدراسة هي هي ما زادت شيئا لا في هذا ولا هذا فلعل كان المثل هذا أن يذكر الغرض من هذا الجمع بعد أن فصل هل الغرض منه مثلا تيسير الحصول على الكتابين في محل واحد أو لا لو كان علم البلاغة يكون محل في محل كان جمعت العلم المعاني معها واكتملت سارة علوم البلاغة كلها في مجلد واحد بهذه الطريقة وفقها الله وهذه الطريقة سلكتها سيدي بعد نقل نموذج ثاني نموذج آخر أيضا هذه أيضا ضمن السلسلة سلة البلاغة والنقد وهو الحديث عن بلاغة الإعجاز القرآني بلاغة الإعجاز القرآني جاءت في هذا المجلد سمته البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم طبعا العنوان له تتم ونحن أخوة نقولهم دائما يا إخوة أطبعوا العنوان كاملة في الصفحة الأولى شوف البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم دراسة تحليلية في النص القرآني لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة عز محمد جدور عفقها الله وفي هذا الكتاب التي أراد به تجلية موضوع البلاغة القرآنية ولا شك في ذلك لكنها من جميل ما صنعت أنها قدمت مقدمات معروفة جمع القرآن والقراءات وأثر في تجلية أنواع البلاغة في هذا المضمار ثم بادعت تقسم الكتابة إلى فصول الفصل الأول خاصته في الإعجاز البياني في القرآن وتكلمت عن ناحية تاريخية في هذا المضمار العرب ومعرفة بالإعجاز ونوع العجاز الذي جاء به القرآن ولهذا ما استطاعوا يحاكونه ثم بعد ذلك قضايا تاريخية المصنفات في الباب قضايا تاريخية لمعرفة من كتب فيه مثل الرماني والخطابي والباقلاني ثم الزمخشري وإلى المؤلفات المعاصر على ناحية تاريخية الآن ممن تكلم في الإعجاز البياني في القرآن الفصل الثاني خصته بالمفردة القرآنية وأثر في الإعجاز القرآني وتكلمت عن خصائص المفردة القرآنية وما إلى ذلك وصفاتها الثالث الجملة القرآنية وأثرها في وصورة تركيب في الإعجاز القرآني ثم بعد ذلك تكلمت عن الدلالات السياقية في الفصل القرآنية وبعد ذلك الفصل الخامس الصورة القرآنية جملة وهي ركزت هذا هذا نوع من التمثيل بصورة الكافرين كيف جاءت في القرآن وصورة المؤمنين وفي الجنة والعاقبة والأخير كان مثل الدراسة أخذت القصة القرآنية وجعلت مثل الدراسة صورة الكهف عندها جعلتها تكلمت النواحي البلاغية في القصص الموجود في صورة الكهف ودرسته وحللته تحليلا بلاغيا وفقها الله والكتاب كله على هذا المنوال كتاب اللطيف في مجلد من اصدارات مكتبة المتنبي ثم جاءت بعد ذلك على نفس المنوال وأراد تدرس البلاغة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسمت الكتاب البلاغة في السنة النبوية دراسة تحليلية في الحديث النبوي الشريف لأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله والكتاب أيضا على نفس المنوال الناحية التطبيقية موعبة في الكتاب مثل هذه كنا لكم قبل قليل أن هذا من الأغراضها في التصنيف أن تجعل الطلبة ترفع الحس البلاغي عندهم والتذوق الجمالي للنصوص البلاغية جاءت إلى تكلمت في مقدمات فيها مسألة تعريف بالحديث وشيء من ذلك أما الفصل الأول في خاصته على البلاغة ناحية تاريخية جهود العلماء في تجلية البلاغة من الحديث النبوي وتكلمت عن جهودهم سواء في شراح الحديث أو من أفرده أو شيء من ذلك لأن هناك من أفرده من علم البلاغة أيضا مثل كتاب المرتضى أو الرضي في المجازات النبوي الفصل الثاني الخصائص الأسلوبية للحديث النبوي وتكلمت عن بعض الخصائص والثالث خاصته بالصورة الفنية العامة في الحديث النبوي وتكلمت عن استعارة والتشبيه في الحديث واستخرجتها والرابع جعلته خاص بالبديع في الحديث النبوي وتشكيل البديع والسادس عندنا والخامس والأخير فنون العرض التي جاءت في الحديث النبوي مثل الحوار والرسالة والقصة والخطابة والكلام عنها بلاغيا وإفادتها وتجلية هذا الموضوع والكتاب كما قلت لك تأتي أصل الدراسة الأحاديث ثم هي محل الانطلاق بعد ذلك لتجلية أنواع البلاغية فيها الكتاب من اصدارات مكتبة المتنبي لما انتهت من هذين الكتابين هذا البلاغة في القرآن والبلاغة في العجلية القرآن البلاغة في السنة المبادية جمعتهما أيضا في هذا المجلد هما هما بالمقدمات بالخواتم بالهوامش ببداية الصفحة بكل شيء في هذا المجلد الذي سمته البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية لأختنا الفاضلة الباحثة السادة الدكتورة عزة محمد جدور والكتاب من اصدارات مكتبة المتنبي وأنا أكرر لو كانت تحتاج في المقدمة أن تبين الغرض من هذا الجمع لأنها أعطتها ترقيما وجعلتها من ضمن السلسلة والحقيقة هي ليست إلا إعادة لجمع ما سبق ليس فيه شيء جديد من ضمن السلسلة هذا سلمك الله عبارة عن أربعة أبحاث لها درست فيها الغالب الشعر الحديث يعني النواحي النقدية في الشعر الحديث وصلتت عليها مسائل النقد وشيء من هو تكلمت أن كثيرا من قضايا النقد في الشعر الحديث تصلتت عليها المدرسة الغربية الوافدة عندنا المناهج المحدثة وتصلت عليها لذي كانها قبل قليل وأرادت هي أن تجلي تقول هي هذه غريبة اليد واللسان والكلها عننا ولنا أصولنا ومنطلقاتنا أرادت أن تجلي بأصول بالأصول المعروفة عند المتقدمين وعند علماء اللغة القضايا البلانية وتصلت على الشعر الحديث أي أربع دراسات ثلاثة منها للشعر الحديث وواحد فقط لكتاب الجحل سيأتينا بعد قليل لكن كله نواحي نقدية في الشعر سمته قراءات تحليلية في النص الشعري والنقدي لأختنا الفاضل الباحث الدكتورة عز محمد جدور وفقها الله أربعة أبحاث لها هذه هي الأبحاث الأربعة لأن كل بحث بمقدمته وخاتبته هل كما ترى أما الأول بعنوان التناص مع القرآن الكريم في الشعر العرب المعاصر والمقصود بالتناص معما يعني أن أخذوا بشيء من نص القرآن وتطعيم الشعر به كذا وهذا مسلك معروف في الشعر العرب المعاصر تانت دراساتها في الشعر العرب المعاصر الآن أتت بكثيما الشعراء وكيف أخذوا هذه العبارة هذه الجملة مل إفادات التي أفلتها مثل هذه النصوص التي اقتبسوها وتضيفوها في شعرهم شوف توظيف التراث في الشعر المعاصر النص القرآني التأثر بالألفاظ العبارات القرآنية في الشعر المعاصر استدعاء الشخصيات القرآنية والتماشي بهذه الطريقة هذا بحث متكامل جت البحث الثاني رائحة الموت في ديوان الغرفة رقم ثمانية لأمل دنقل طبعا أمل دنقل هذا معروف طبعا هذا ترى شاعر أمل ترى اسم شاعر وليس اسم امرأة على خلاف المألوف يعني المعروف وأما هو في آخر حياته صابه مرض ظل حبيث الغرفة تقريبا أو شيء من ذلك وصلى انتظر الموت في المدة هذه التي عاشها قبل قبيل الموت صار يتذكر أشياء وصار هاجسه عند الموت فكتب آخر ديوان له فيه ثلاثة عشر قصيدة كلها يعني العنصر الجامع فيها حديثه عن الموت وشيء من ذلك لكن بث فيه شجونه وأشياء ورؤى وأشياء قضايا فسمى ديوانه وسمى ديوانه ديوان الغرفة رقم ثمانية اللي مات فيها هاي الغرفة طبعا رائحة الموت لأنه كلها فيها شيء من معنى الموت وشيء من ذلك فهي جعلت هذا معنى الموت وذكره وتنوع عمل ديوانه في اشياء هذا في تذكير بالموت أو شيء من ذلك وبين معانيه وما فيه من الأثار ودرسته دراسة نقدية معاصرة كما ترى الثالث من الأبحاث بناء القصيدة في الشعر الفلسطيني المعاصر في المنفى يعني الذين هم في المنفى وهذا ترى أصلها بحث مطول لها كان رسالة علمية لها والأخير عندنا هذا هو النقد القديم الخطاب الأدبي بين الصياغة والغاية في النقد العربي القديم دراسة النقدية في البيان والتبيين للجاحظ وهذه من الدراسات القديمة وفق الله الكتاب عبارة عن أربعة أبحاث لها مجموعة في هذا المجلد من إصدارات مكتبة المتنبي هذا سلمك الله رسالة علمية وهي رسالة حقيقة متميزة صاحبتها صاحبة الرسالة وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رجاء بن صالح بن محمد البحر وفق الله جاءت إلى الصور المكية وما تميزت به من ناحيتين من ناحية الأساليب التي عرضت بها القضايا المطلوقة في الصور المكية والثاني الموضوعات التي غلبت على الصور المكية وهي موضوعات العقيدة وهذا معروف عند العيمة والعلماء فأرات أن تدرسها من الناحية الأسلوبية والموضوعية وسمت بحثها تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المكي بين قوسين دراسة للأسلوب والموضوع لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة رجاء بن صالح بن محمد البحر وفقها الله قدمت الكتاب بمقدمة فيها الفرق بين العهد المكي والمدني وطرق معرفة ذلك وشيء من ذلك يعني هذه مقدمة البحث عندها ثم بعد ذلك قسمت الكتاب أو بحثها إلى فصلين اثنين أما الفصل الأول ثلاثة فصول الحقيقة أما الفصل الأول فخصته لدراسة الأساليب البلاغية في الصور المكية وتكلمت عن ثلاثة أمور جعلتها محور البحث عندها كل واحد في مبحث الإيجاز والاستفهام والفاصلة وجعلت الكلام يدور حول هذه وهذه الأشياء الثلاثة عندنا الفصل الأول يعني هي اللي قدمت بها الكتاب لاحظ معي والثاني الفصل الثاني الموضوعات دراسة الموضوعات في العهد المكي وهذا هو معظم الكتاب يعني أربعة أخمات الكتاب ترعى على هذا تقريبا وهذه طبعا الموضوعات ثلاثة موضوعات أساسية إثبات الوحدانية وإثبات النبوة وإثبات المعاد وهذه أطالت النفس فيه وتكلمت وقسمت وذكرت أنواع الأدلة بإثبات ذلك وهو الموضوع الذي كان تحمل الآيات المكية وأجادت وأفادت وفق الله في هذا المجلد الضخم الذي هو من أصدارات مكتبة المتنبي بالدمام هذا سلمك الله أيضا بحث اللطيف دراسة تحليلية تأصيلية لقضية مهمة جدا وهو موضوع الشاهد القرآني وكيفية الانتفاع به وتوظيفه في الدلالات البلاغية في الدرس البلاغي عند أئمة البلاغة أتى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عرفة حامد عبد الرحمن وفقه الله في هذا البحث اللطيف الذي أراد عنه يتتبعه قال حياة الشاهد القرآني في المصنفات البلاغية كيف بدأ الاستدلال به ثم بعد هذا شو هذه فكرة ممتادة أولا شخص نقرأ العنوان أما عنوان البحث فهو شوف هذا الشاهد القرآني في البلاغة العربية تأصيل وتحليل أو دراسة تأصيلية تحليلية كما في داخل في المقدمة كتب كذلك وهذا الكتاب فعلا هو سينقسم إلى جانب تأصيل لهذه القضية وجانب تحليل سيأتي كيف تعامل معها ألا إما في هذا الباب طبعا خصلت الدراسة الإعابية لوجه بالتحليل بكتابين لعبد القهر الجرجاني اللي هو أسرار البلاغة وكتاب دلائل الإعجاز وهما لب الكتابة التحليلية لكن أتى بفصل بمن سبقه في السلاب الشاهد القرآني أول ما بيّن بيّن الصياغة الشاهد القرآني وما المراد به وليس مقصود بشاهد الدليل أو الاحتجاج كما هو معروف عنده على الأصوليين ولا غيرهم يعني المراد به التمثيل وذكر المثال على النوع البلاغي المذكور عندنا ها هنا أتى بما أراد أن يتتبع استجلالات العلماء الذين تكلموا عن قضايا البلاغة في توظيفهم لشاهد البلاغي وذكره والتمثيل به كيف شفت مراحله وتطوره تاريخيا وكيف حصل منهم يعني تنوع الاستدلال تقسيمه الاعتراض عليه وهكذا مسيرة تاريخية له هذا هو القصب للدراسة الآن إلا زمن عبد القادر أو السمر حتى بعد لا 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 هو أتى من هذا إلى عبد القادر هو وقف عند عبد القادر كناحية عابية للتحليل وقسم كتابه كما ترى إلى ثلاثة فصول هذه الأبحاث أو الفصول هي محل الدراسة أما الفص الأول فخصه في الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفص الأول عندنا هذه هذا الأول أما التمهيد قدم به طبعا تعريف المصطلحات دائما ترى في التمهيد تعريف المصطلحات هذه قدم بها ثم بعد ذلك الفص الله وخصه بالشواهد القرآنية شواهد القرآنية يقول ما من أهل العلم اللي يستدلوا بالشواهد القرآنية فبدأ يذكر الفروق مثلا الشواهد القرآنية بين النحو والبلاغة شاهد القرآن في الشعر والشاهد القرآني الفرق بينهما عن ما التوظيف الشاهد القرآني في المصادر البلاغية كيف هي الثاني ناحية تاريخية تجلية للشاهد القرآني قبل الجرجاني وكيف العلماء البلاغة بن المعتز وغيره كيف وظفوه الشاهد القرآني في عصور البلاغة بن المعتز والرماني والعسكري في الصناعتين وكذا الثالث هو محط الطلاسة والطويل الشاهد القرآني عند الجرجاني وهذا هو الذي ذكره وأطال فيه الكلام في كتابه يقولنا أسرار البلاغة وكتاب دلال الإعجاز وفق الله الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي وأنا أتمنى الحقيقة تكون الطباعة غير هذه الطباعة لأنها مش حالة هذا سلامك الله أيضا مدخل لطيف هو صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور جمال محمد صالح حسن أراد أن يدرس المصادر البلاغية التي ينبغي لمدارس علم البلاغة أن يرجع عليها لأنها هي الموئل الموئل المصدر الذي يرجع عنهم ترى القصدها هنا ذكر الكتب 22 كتاب كل كتاب ترتبها تاريخيا هذا أولا وثانيا يأتي بكل كتاب به ثم يذكر ما فيه من قضايا النقد وقضايا البلاغة وما تميز به ثم الذي بعده هو ليس ترتبه تاريخي حتى يعرف التطور التاريخي لأنه سيأتي لبعده سيذكر ما زاد عن الذي قبله أو انتقده عليه ثم لبعده بهذه الطريقة سمى كتابه المصادر النقدية والبلاغية في الأدب العربي حتى القرن السابع الهجري لأخينا الحبيب فضيلة شيخ الدكتور جمال محمد صالح حسن وفقه الله ما عندنا مقدمات ولا تطويل مباشرة دخل في الموضوع هذه هي الكتب التي كما ترون هذه مباشرة دخل في الكتاب أول باوى التبين للجاح بدأ به ثم الشعر وشعره ابن قتيبة ثم يمضي يشوف اثنين وعشرين كتابا محل الدراسة شوف هذه قال لك مباشرة شوف ما في الأمقدة ولا أبواب الكتاب يبدأ يذكره لك ويبين لك وميزات الكتاب من الناحية البلاغية الناحية النقدية والبلاغية لمحل الدراسة الآن عندنا ثم يأتي ما تفرد به وما أضافه أو تعقبه على من سبق وشيء من ذلك الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله والكتاب من صدارة مكتبة المتنفقين شيخ الفكرة جميلة يحتاج إليها ربه يعني في كل فن لو كل فن يعطى مثل هذا جميل جدا وهو الحقيقة لو يكتب في مثل هذه المصادر يعني لكن بعض الفنون والتي متشعبة مصادرها ليست يعني ممثل مثل علم البلاغة خلاص معروفين هذول القامات العالية التي يعني هم أصول بقين فروح بالنسبة عليهم يخرجون عنهم إما تحشية على كتب مصنفاتهم أو استفادة منها بهذه الطريقة هذو عرفوا لكن مثلا من ثق مثلا كيف تفعل إلا أن تخصصته في شيء معين مجال معين أو مذهب معين حتى أو مذهب معين لكن داخل مذهب حتى فيه أشياء كثيرة يعني هذا سلمك الله أحد الشروح المعاصرة التي راعى فيها صاحبها شرح كتاب شرح المنظومة للعلامة الشاطبي رحمه الله الشاطبي رحمه الله جاء إلى كتاب أبي عمر الداني وهو كتاب المعروف بالمقنع في رسم صاحف أهل الأمصار كتاب سيار معروف وهو أصل لكثير من جاء بعده ثم نظمها الشاطبي بمنظومة رائية في 299 بيتا هذه المنظومة عرفت لها ترى شروح منهم تلميذ وعلى مدينة السخاوي له شرح على منظومة الشيخ الشاطبي ثم توالت الشروح بعد ذلك أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين عبد الكريم أحمد محمد وفقه الله قال إن هو رجع إلى علامة السخاوي وهو أدرى الناس التلميذ المؤلف الشاطبي ورجع إلى شرحه لأنه قال إنه كان يشرح وشرحا في شرح المعنى يعني القضية التي سوف يطرحها في البيت هو يتكلم عنها لكن كلامه الشارح ووقوف عند ألفاظه واختياراته وشيء يقول هذه ما أحد من الشؤون الراحة التي وقفت عليهم فعل ذلك ولهذا تتبعتها لفظة لفظة هذه المنظومة وشرحها وبيّن الغريب فيها ومعنى الذي يراد به وشيء من ذلك وسمى الشرح جامع الفوائد في شرح عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد أما عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد فهو اسم القصيدة للعلامة الشاطبي رحمه الله الحافظ المعروف صاحب القراءات والألفيات وشيء من ذلك فهو المنظومة التي جعلها لرسم المصحب سمها عقيلة أتراب القصائد مشهورة هو جاء وشرح هذه العقيلة في جامع الفوائد في شرح عقيلة أتراب القصائد وطريقته اتكلم هو في المقدمة بأشياء وأبرز ما في بحثه أو في شرحه وماذا سيفعل شيء من ذلك وأنه وقف على كل الشروح لكن أكثر ما كان نفع تلميذه لكن شوف شوف على وقت قدم بمقدمة تمهيدية فيها الرسم وحده الرسم المصحب ومقاصله على الكتب المهمة لك نأتي إلى أول ما بدأ ها بسم الله هذه بدأ مقدمة النظم شوف لاحظ طريقته أنه يأتي يعطي يعطي البيت رقما ويشكله من أول إلى آخر مشكول أول ما يبدأ بالغريب الألفاظ الغريبة التي في البيت فيشرحه يبينها لك ثم الشرح يأتي بشرح البيت جملة شوف لاحظ كل بيت عندنا يأتي إن كان له ألفاظ غريبة شرحها بيّنها ثم يأتي بالشرح الإجمالي له وبيّن ما فيه من المسائل والأحكام ومراد المصنف فيه ويأتي بالآيات المرادة حينئذ والكتاب كله شوف لاحظ هذا الغريب يشهر وهذا بعدين الشرح عندك والكتاب كله على هذا منوان من أوله إلى آخره وفقه والله الكتاب من صدارات مكتبة المتنبي هذا سلمك الله أيضا هذا أيضا يقول أحد مقررات منهج الحديث في أحد الجامعات وفي أحد الجامعات وشيء من ذلك هو صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عارف صالح صدقي جاء إلى هذا المقرر مفرداته وأراد أن يجمع أن يجمع كلام الحافظ بن حجر والنووي في شرح هذه الأحاديث اللي منتقاء أبواب معروفة منتقاء كانت هي المقررة طبعا الأحاديث محل الدراسة الأصل عندنا ما كان في البخاري أول على فتح الباري وما كان في مسلم أول على شرح النووي هذا الأصل يقول أن الطلبة يستصعبون فهم كلام ابن حجر والنووي لأجل ما فيه يعني من صعوبة واستثقال وشيء من ذلك هذا كلام معروف فهو أراد أن يهذب الشرحين ويعلق عليهم بما يكمل أغراض المقرر ويكون واضحا عند الطلبة وجمعها في مجلة سماه تهذيب شرح أحاديث أبواب مختارة من كتابي فتح الباري وشرح النووي على صحيح المسلم لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عارف صالح صدقي وفقه الله أتى شوف هذا الطريقة الذي في الأعلى يأتي بالحديث أعطينا أشار طمعي هذا مثال هذا مثال طبعا هو المطلوب ترى الكتاب يقسم إلى فصلين فصل خاص بالآداب والسلوك وعندنا مجموعة من المطالب تحته أو المباحث تتعلق بالآداب والسلوك معروفة الحياء وكذا مقصود والفصل الأخير عن الفتن وعشرات الساعة والأبواب عن المنتقى شوف هذا مثلا بابه ليس الكاذب الذي يوصحه بين الناس الحديث كما هو في البخاري شوف وقوله هذا كلام من حافظ بن حجر من فتح الباري يأتي به طبعا كلام من حافظه حجر ذكر المحل الذي يحل الشرح وشيء من ذلك المكان أما الاستطرادات وكذا تركها وهنا تعاليقه لهو الأستاذ صدقي وفقه الله تعاليقه والبيان والأراد بن حجر كذا غرض بن حجر كذا بهذه الطريقة الكتاب كله على هذا منوال من أوله إلى آخره وهو استيعاب لمفردات مقرر مدت الحديث في إحدى الجامعات والكليات الكتاب من اصدارات مكتبة المتنبي هذا سلمك الله دراسة الحقيقة صاحبة الدراسة وهو اختنا الفاضة الباحثة الدكتورة عفاف الغمري وفقها الله هي أرات بهذه الدراسة المتميزة أن تأتي إلى موضوع المنطق وموضوع المنطق ودخوله إلى العالم الإسلامي والعربي ثم بعدها تأثر المدارس به وانقسامه إلى مؤيدين ومعارضين ثم تغلغله في القضايا العقدية بالذات واحتفاء حتى ثم دخوله إلى العلوم الأخرى كالأصول وغيرها معروف حتى جاء إلى نقطة عنده شيخ رسام تيمي ها هنا هذه الصحرة التي صدم بها المنطق صدمة رهيبة طبعا شيخ رسام تيمي عنايته بالمنطق ومعرفته به وتظلعه منه والطلاع على كتب المتقدمين وكتب المتقدمين سواء كتب أهل المنطق اليوناني نفسهم هم أو من أخذوا عنه كابن الرشد كان محتفي جدا بعلوم أرسطو أفلاطو مشهور هذا عنه وهو قد لخص كثير من مؤلفاتهم وغيرهم من المدارس الفلسفية التي تبناها الفارابي والكندي والبنسين وغيرها القصده لأن المنطق كان يعني كان يعني يتساوق هو الفلسفة المقصود كانت المنطق مشوب جدا يعني ليس ناحية نظرية قواعدية فقط للنظر وصحة النظر بل كان مشوب أدن بعقاية الفلسفة طبعا شيخ رسام تيمي رحمه الله كانت له وقفة كان هو مثل الصخرة التي صدم بها المنطق والفلسفة وهذه الصخرة صدم بها جعلت شيخ رسام يحل المنطق تحليلا لم يشبق إليه ثم هو مع ذلك درسها دراسة جعلته يميز ما يمكن قبوله مما لا يحتاج إليه أو لا بد من طرحه ثم هو مع ذلك بيّن الآثار المترتبة على هذا وهذا ثم هو بعد ذلك أيضا بيّن غناء علوء الوحي عن هذا المنطق وأمثاله وقواعده علوء القرآن والسنة وغناء هذا وما فيه من المسائل عن مثل هذا المنطق طبعا الكلام طويل أختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة عفافة الغمر يوفقها الله هي أرادت أن تدافع شيخ رسام وضد من قال أنه لم يفهم المنطق أصلا لأنه اتهم بهذا وهذا ليس بالصحيح بل بيّنت أنه عارف به أكثر من أصعاب أصلا هم وما نقده له إلا عن بصيرة وركزت على كتابين كان أساس الانطلاق منها وهو كتاب نقض المنطق اللي تبع بعد ذلك بالانتصال لهذا الحديث وهو أتم من الطبع الأولى هذه القديمة والكتاب الثاني رد على المنطقيين وأتمنى أن يعاد طبعه مع النسخة التي ظهرت له وإن شاء الله تجد هذه آذان صغيرة وتحقها عند أحد لكن أيضا قرأت كتب شيخ السلام الأخرى دارت تعارض من هذه السنة وشرحة سبهانية وأفارت بالقضايا المنطق الآن وجعلت في هذا المجلد الضخم سمته المنطق عند ابن تيمية شوف بهذه الطريقة قلت لك أرارت أن تبين مدى معرفة شيخ السلام به وأنه ناقشه نقاش العالم الفاهم ليس فقط مجرد قضية أنه لا يريده ولا كذا مجرد الرد لا لا بل هو غاص في أغواري حتى عرف يعني المرادات وما يريدون به شوف لاحظ معي أول ما بدأت في الفصل الأول ذكرت ناحية تاريخية وهو مسألة دخول المنطق إلى الفكر الإسلامي ثم انقسامه الناس إلى مؤيدين ومعارضين وتذكر وبيّنت هذه السجالات التي حصلت الفصل الثاني خصته بنقد ابن تيمية لمنطق أرسطو وتكلمت عنه طبعا أخذت لاحظ هي أخذت كل فصل فصل خصته بالحد الأرسطي وكلام ابن تيمية عنه وفصل للقضايا الأرسطية وتكلم عنه وبهذه الطريقة تكلمت الفصل الثاني شو هذا كله تفاصيل لهذا الفصل اللي هو الثاني الفصل الثالث جعلته خاص شوف لاحظة بالنقد القضايا لاحظة القضايا قضية قضية ما يتعلق بكذا الفصل الرابع نقد القياس وتوابع القياس ولواحقه أيضا في هذا ما يحتاج إلى وقف معه وأنواع القياس هو مشهور في إيمينه والفصل الخامس عندنا والأخير هذا هو أثر محاولات شيخ الإسلام النقدية للمنطق في من جاء بعده مفكري الإسلام وهذا فيما ذكرت حتى من غير المفكري الإسلام حتى ذكرت الغربيين وما التأثر بنقد بن تيمية ونقد منطق رسل وغيرهم الكتاب حافل في قرابة خمسمائة صفحة في مجلد ضخم من اصدارات مكتبة المتنبي هذا سلمك الله كتاب أو بحث أراد به صاحبه أن يجلي قضية هي فقهية قانونية ولها أثر معاصر وهي مسألة حماية الحقوق الفكرية وصار لها قانون دولي معروف عند الدول العالم والاحتياط وشيء من ذلك أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمود علي عبد السلام موافي ثم بحثه الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الفكرية محل الدراسة ماذا ما صدر من القانون المصري أصالة من مواد الحفظ من حماية إجرائية للحقوق الفكرية ومقارنة بالقوانين الأخرى خاصة النظام السعودي ما صدر فيه ثم مقارنة الجميع بما فيه الفقه الإسلامي شوف دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي وفقه الشريعة الإسلامية قلنا لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمود علي عبد السلام موافي وفقه الله طبعا الكتاب قسمه إلى عدد من الفصول وإن كان الأصل عندنا أنه المباحث هو لا لا هذه طويلة المباحث الإجرائي لكن نحن نهمنا القضايا الإجرائية التي هو أراد محل الدراسة وهو قد قسمها إلى محاور طبعا هذه المحاور الرئيسية الكبرى هو قال خمسة طبعا قسم بعد ذلك إلى أكثر من خمسة إلى أوذون عشر أو 11 لكن الأشياء الأساسية مثلا الحماية الإجرائية للحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي والشرعي ثم بعد ذلك شروط الحماية هذه شروط الحماية ثم عندنا قضايا الاختصاص القضائي الحمايات الإجرائية الوقتية والحماية الإجرائية الموضوعية وهذه تحت أقسام وتكلم عنها هذه الموضوعات الأساسية الكبرى في الكتاب طبعا رجل مسؤول موضوع القضايا مواد القانون والشرح وما فيها وخالفتها قربها من الشريعة وبعدها وشيء من ذلك الإجراءات المتخذة لأجل تفعيل مثل هذه القوانين ومواد القانون الكتاب من إصدارات أظن مكتبة المتنبي وفقهم الله هذا تسهيل المعاملات المالية والعقود الشرعية لطلاب الدراسات الكليات وهو قد أتى بطريقة مختصرة لأجل تقريب هذا العلم مع الإفادة من المعاملات المالية المعاصرة مع الإفادة من بعض القواعد الفقهية المتعلقة بقضايا العقود والأموال أو المعاملات المالية سماها صاحبها الأحكام الفقهية في العقود والمعاملات المالية شوف مع دراسة تطبيقية لأبرز المسائل المعاصرة جعله في جزءين فهذا جزء الأول لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة أحمد أسامة أحمد عبد الحميد للو وفقه الله طبعا حاول يستوعب أبواب المسائل الكاملة التي هي في أبواب الفقه المشهورة المعروفة يعني هذه هي تكلم أولا عن موضوع البيوع تعريف البيع مشروعيته وأمية وأركانه مشهورة يعني شروطه بعد ذلك جعل كل نوع من الأنواع في فصل تكلم عن الخيار وإثبات ثم الربا والصرف والسلم والإيجارة والاستصناع إلى أن جاء إلى الفصل الأخير عندنا هذا الحادي عشر دراسة تطبيقية لهم المسائل المعاصرة وانتقى مجموعة من المسائل قرابة الخمسة مسائل إجراء العقود عبر وسائل اتصال حديثة عندك بيع تلجئة وهكذا بهذه الطريقة قيام الشيخ مقامل قبض وهذه الدراسة الأخيرة والكتاب لطيف وشرحه مبسط جدا بحيث أنه يفهم الطالب وفيه أهم ما يحتاجه لحاطة به في هذه الأبواب هذا الجزء الأول وهو الجزء اللطيف من صدار مكتب المتنبي الجزء الثاني هذا أيضا أتم الفصول الباقية وذكرها هنا العارية والهبة وما يتعلق بها لكن ثم ألحق فصلا أخيرا ألحق بها القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات والعقود سمها الأحكام الفقهية في العقود والمعاملات المالية مع دراسة تطبيقية لأبرز القواعد الفقهية المتعلقة بها لأخينا الحبيب فضلة شيخ الدكتور وسامى أحمد عبد الحميد لله وفقه الله وهذا قلت لك أتم في الجزء الثاني هذا ما بقي من الأحكام أو العقود والمعاملات المشهورة في أبواب البيوع إلى الأخير لما جاء إلى الفصل الأخير خصه بدراسات تطبيقية القواعد الفقهية ذكر 24 قاعدة من القواعدة التي لها علاقة شوف هذه هي يقول لك القاعدة رقم كذا يأتي بها فيذكر من ناحية تطبيقية يعني استفارة المعاملات والعقود في منها في هذه الوجه القاعدة كذا يذكرها لك ثم يبدي بعد ذلك ويذكرها وهو أيضا كله بالتعليق اللطيف وشرح اللطيف الكتاب من اصدارات مكتبة المتنبي بالدمام هذا سلمك الله بحث لطيف صاحبه وحاول أن يعطي الماعة كاملة عما يتعلق بالوقف على النفس والوقف على الذرية اللي يعرف الوقف الأهلي وشيء من ذلك وهي قال من المسائل المطلوقة عند الفقهاء واختلفوا فيها كثيرا وهو قال جهل الناس بها جعلهم يعزفون عن الوقف أي الوقف على الأهل أو على الذرية أو على النفس يعني بهذا الطريقة وهي مسألة خلافية مشهورة ولهم شرط ولهم حتى أحوال أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان ابن عبد المحسن المطرودي في هذا المجلد اللطيف سمى بحثه الوقف على النفس والذرية وآثاره الاجتماعية والاقتصادية دراسة وفيقية مقارنة أما الوقف على النفس فإنه أراد به الوقف على النفس قال مسألة خلافية الوقف هو إنسان يوقف على نفسه يعني أن ينتفع بهذا الوقف مسألة خلافية وهو قد مال إلى صحة هذا الوقف والوقف على الذرية ومال إلى الصحة أيضا وحتى لو قال أوقف وقفا بوصف يعني قال لو أنه قال من كان وصف لاني فإنه يأخذ فلو اتصف هو بهذا الوصف فيما بعد يصلح هو أن يأخذ بهذه الطريقة وخلاص إلى جواز ذلك مع خلاف المذاهب وشي من ذلك ولهذا كتابه قسمه إلى ثلاثة فصول الفصول الأول ما يتعلق بالوقف على النفس وتحت مباحثه والثاني ما يتعلق بالوقف على الذرية وهذا تحت مباحثها والخلاف الأخير عندنا الأثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مثل هذه الأوقات وعرج إلى الوقف في الحياة المعاصرة وهذا تعريجه ممتاز جدا يقول أنه يحتاجوا إليه وفقوا الله الكتاب بحث اللطيف من إصدارات مكتبة المتنبي الأخير عندنا ولدي وهو أيضا وهو تغطية لجانب من المقرر في أحد الجامعات والكليات وهو جانب الدراسة تاريخ التشريع الإسلامي أخونا الحبيب فضلة الشيخ الدكتور رجب أبو مليح وفقه الله جائلا كتب خالص تم تقدمي واستفاد أيضا حتى من المعاصرين وقسم وجائلا هذا البحث الذي أو معنى صح الكتاب والتالي سمه تاريخ التشريع الإسلامي أراد به أن يكتب نبدة مختصرة مغطية لمقررات المنهج صاحبه بين في المقدمة ما يحتاج إليه من الأشياء المهمة ما يتعلق من التعريف ومعنى التشريع والمعنى الفقه والفرق بينها وأشياء والقانون وبعض الشبهات التي يؤتى بها في طعن على الشريعة وأخذها من القانون الروماني وأشياء من هذه القضايا هذا كان في الفصل الأول أما الفصل الثاني وما يليه قسمها إلى الأدوار كل فصل جعل فيه دور وأثر هذا الدور في التشريع فأول فصل عندنا في التشريع في عصر النبوة كل فصل يذكروا مزاياه ما فيه شيء من ذلك ومراحل وبعض أعيانه الثاني التشريع في عصر الخلفاء والثالث هذا الثالث للتشريع العرفاء والرابع عصر صغار الصحابة والكبار التابعين والخامس العصر في أئمة التشريع في عصر أئمة الثالث عصر التقليد والسابع عصر المتون والحواشي والثامن وهو الأخير واقعه المعاصر وهو تكلم عن مؤسسات العلمية والمجامع والتجديد في هذا الباب وفقوا الله الكتاب من إصدارة مكتبة المتنبي أزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع شكرا وصول لكم عزانا ومشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقا رضا الله في كل حال ترجمة نانسي قنقر